من جهتهم رحب أهالي البحيرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من خلال مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري أشهد الأهالي بالمجالات التي تشملها المبادرة والتي تغطي كافة احتياجات قرى المحافظة من صحة وتعليم وغيرها من المجالات مبادرة من سيد الرئيس السيسي مبادرة حلوة وسليمة لأهالي زود غزال ومصر بالكامل سفدنا بحياة كثيرة في هذه المبادرة زي مراك الشباب زي مبنى المعلومات والوحدات الصحية والطرق والكباري برضه حلم حياة وتحقق في عهد الرئيس السيسي أننا كنا في زود غزال محرومين من جميع الخدمات وأما الصرف الصحي ما كانش زود غزال في صرف الصحي ولا محطات رفق ولا معالجة المبادرة رئيس السيسي يعني حققت كل شي عندنا النهاردة محطة معالجة سلسية حديثة زي العاصمة الإدارية 14 محطة رفق عندنا مدارس عندنا مستشفيات يعني تعاملت موجزات محطاتش قبل كده زود غزال كانت في حرمان من زمن من جميع الخدمات النهاردة بسم الله ما شاء الله القيادة الحكيمة وسيادة الرئيس الله يدله الصحة وجوية على اللي بيعمله في الإنجازات عندنا النهاردة الصرف الصحي 14 محطة رفق صرف صحي زايد محطة معالجة أكبر محطة على مستعم حفظة البحيرة بالكامل إن شاء الله تتنفذ النهاردة عندي مجمع خدمات في زود غزال برضو حيب فيه شغل جامد النهاردة عندي مركز شباب في بلد اللي هي منشاط حمور حياة كريمة أقامت مجمع خدمات في زود غزال يخدم يعني فيها أنا دخلتها فيها 14 شباب كل شباب ليه مهم ليه مهم مشاكل مركز الطبي بتعمل في ريح المستشفى الجديمة هيبقى مركز وصارح طبي كبير يخدم أهالي زوية غزال بالكامل اشتركوا في القناة